موسيقى صباحكم سعيد مشاهدين وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة الأخبار المغربية نستهلها بالخبر الوطني حيث أفادت المديرية العامة للعرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و44 درجة من الثلاثة إلى الجمعة القادمين بعدد من أقاليم المملكة وعضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقضت برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و41 درجة يوم الثلاثاء القادم بكل من تارودانت وإنزقان أيتم اللول وقادير إدوتانان واشتوكا إتباهة الفقه بن صالح وبني ملال وسيد بن نور وآسفي وسطات وشيشاوة ومراكش وقلعة سراغنا واليوسفية وارحمنا وسيد سليمان وسيد قاسم والسمارة وأستزاق وتاطا وأضافت المديرية أنه من المرتقب كذلك تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و41 درجة من الأربعاء إلى الجمعة القادمين بكل من العرائش ووزان ومكناس وفاس ومولايعقوب وتونات والخميسات والقنيطرة وخريبقة وسطات وبن سليمان وسدي بن نور وبني ملال والفقه بن صالح وشيشاوة وقلعة سراغنا وارحمنا ومراكش وأسفي واليوسفية دوليا في حريق اندلع في العاصمة الإسبانية مدريد قتل شخصان وجرح عشرة آخرين داخل مطعم إيطالي حسب ما أفادت به السلطات الإسبانية التقرير لشيماء بكا لقي شخصان مسرعهما وأصيب عشر آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حريق شبه في مطعم إيطالي يقع غرب العاصمة الإسبانية الحريق اندلع في ساعات متأخرة من الليل حين كان نادل المطعم يقدم طبقا مشتعلا للزبناء قبل أن تتمدد النار سريعا إلى نباتات موجودة في المطعم وتحدث بذلك كارتة مخلفة أضرار بشرية ومادية وفور وقوع الحادث تدخل رجال الطوارئ والسلطات الإسبانية على وجه السرعة لإخماد الحريق وإنقاذ الأشخاص العالقين بالمطعم فيما أفدت وسائل إعلام إسبانية أن أحد ضحايا الحادث هو نادل فيما الشخص الثاني من زبناء المطعم على الرغم من تراجع معدل التدخم في المملكة المتحدة من 10.1% في شهر مارس مقابل 10.4% من فبراير الماضي إلا أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بات يقلق البريطانيين عودة مع شيمة بكة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بات يثقل ويقلق كاهل المواطنين البريطانيين سواء منهم ذوي الدخل المنخفض أو المحدود ارتفاع بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ سنين دفعت بالعديد من البريطانيين إلى الاستغناء على شراء بعض حاجياتهم الأساسية ورغم نشر مكتب الإحصاءات الوطنية لبيانات مفاذها أن معدل تدخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة انخفض إلى 10.1% في مارس الجاري مقابل 10.4% من فبراير الماضي إلا أن المعدل يبقى أعلى بكثير من المعايير المعتادة للبلاد ويرجع سبب هذه الارتفاعات حسب محللين اقتصاديين إلى ضعف المحاصيل في البلاد فضلا عن الصراع الروسي الأوكراني الذي تسبب في أزمة غذائية عالمية وفي خبر آخر دعا البابا فرانسيس الأحد إلى الحوار قصد مواجهة الوضع الذي وصفه بالخاطر في السودان في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع تفاصل أوفة مع وليد حمدي علوي خلال قدس الأحد في ساحة القديس بوتروس دعا البابا فرانسيس إلى الحوار في مواجهة الوضع الخطير في السودان في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع وقال البابا بالمناسبة إن الوضع يبقى للأسف خطرا في السودان كما جدد دعوته لوقف العنف في أسرع وقت والاستئناف الحوار وطالب الجميع بالصلاة من أجل السودانيين وخلفت المعارك الشارسة الجارية في السودان منذ الخامس عشر من أبريل الجاري بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دوغلو مقتل أكثر من أربعمائة وعشرين شخصا وإصابة ثلاثة آلاف وسبعمائة شخص بجروح بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان أو في اتجاه تشاد ومصر رياضيا توجت العداءة الهولندية سيفان حسن الفائزة بجائزة ذهبيتي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر في أولمبياد دوكيو 2021 بلاقب ماراتون لندن للسيدات في أول مشاركة لها على الإطلاق في هذا السباق لنتابع التقرير التالي ظفرت العداءة الهولندية سوفيان حسن حائزة ذهبيتي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر في أولمبياد دوكيو 2020 بماراتون لندن للسيدات في أول مشاركة لها على الإطلاق في السباق البالغة مسافته 42 كيلو مترا وبالنسبة للرجال فاز العداء الكيني كيلفين كيبتوم بالسباق محققا ثاني أسرع وقت في التاريخ بزمن ساعتين ودقيقة واحدة وسبع وعشرين ثانية بفارق ثمان عشرة ثانية عن الرقم القياسي العالمي لمواطنه إليوت كيبشوغ وقبيل ذلك انسحبت حاملة الرقم القياسي العالمي الكينية بريجيد كوسغي من الماراتون بعد أقل من أربعة دقائق على انطلاقه بسبب الإصابة وكانت حاملة لقب ماراتون شيكاغو مرتين والرقم العالمي للسيدات في ماراتون مشترك بين الجنسين قد عانت من إصابة عضلية لكنها أكدت أن تلك الإصابة ليست سيئة بشكل كبير تشكل السقارة التي تعني تربية الصقور والصيد بها رمزاً وطنياً وتقليداً تاريخياً في دولة الإمارات والخليج العربي كما أنها تعد من جذور الثقافة العربية العريقة السقارة اليوم لم تعد أو لم تعد حكراً على الرجال فقط بل أصبحت تمثل وجهة للساء أيضاً أعيش المنصور الإماراتية تعشق رياضة الصيد بالصقور لنتابع التقرير لوليد حميدي أعلوي عند بزوغ الفجر تقود السقارة الإماراتية عائش المنصوري سيارتها في عمق صحراء أبو ظبي وإلى جانبها سقورها وابنتها وتمارس السقارة الإماراتية وابنتها ذات التسع سنوات هذه الرياضة التقليدية وتعلمان سقورهما كيفية البحث عن حيوانات مثل الطيور والأرانب في الصحراء رياضة تراثية تعلم الكثير تعلم الإنسان الصبر تعلمه اختيار الانتهاز الفرص تعلمه كذا شيء وتشوف صبرك تشوف مهارتك مع الصقر كيف بتعلمه تخليك تمارس الرياضة هاي في الصحراء ورغبة منها في تشجيع مزيد من النساء على ممارسة هذه الهواية والحفاظ عليها تقدم عائش المنصوري دروسا في الصيد بالسقور لمئات النساء كما نشرت كتابا للأطفال عنها ولطالما شاركت عائش المنصوري في بطولات عديدة خاصة بالصيد بالسقور في الإمارات وأنحاء المنطقة رياضيا دائما وفي كرة المدرب نجح الإسباني كارلوس الكاراس في التفوق على اليوناني ستيفانوس تسيسيباس في المباراة النهائية لدورة برشلونة الإسبانية دولية للدنس ليحتفظ الكاراس بلقب هذه المنافسة التقرير لشيماء بكا الإسباني كارلوس الكاراس يحتفظ بلقب برشلونة الدولية لكرة المدرب لقب انتزعه الإسباني عن جدارة واستحقاق بعد فوزه بنتيجة ستة ثلاثة وستة أربعة على اليوناني ستيفانوس في المباراة النهائية التي جمعتهما هو فوز رابع لنجم التنس الإسباني الشاب دو تاسعة عشر ربيعا وجه بعض الصعوبات في بداية المجموعة الأولى وخسر إرساله في أشواطها الأولى لكنه رد بسرعة فردا التعادل لتحسم المقابلة لصالحه أما في المجموعة الثانية نجح الكاراس في كسر إرسال اليوناني وحفظ على تقدمه حتى آخر دقيقة من عمر المباراة التي دامت تسعة وسبعين دقيقة ويبقى أبرز ألقاب الكاراس بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للعام الماضي كما يخوض الكاراس وستيفانوس دورة مدريد لمسترز الألف الأسبوع المقبل في غياب ديوكوفيتش ونضال المصابين بات الزليج المغربي يصوق على أعلى مستوى في الخارج النموذج نطلعكم عليه مشاهدين الكرام من قلب العاصمة الأرجنطينية بونسايرس إنه فن العمارة المغربية التي يخطف الأنظار لمتابع تقرير نشيد الماموني أينما وليت وجهك في هذا المسجد الزاوية المتواجد في قلب العاصمة الأرجنطينية بونسايرس فثمت ما يشد انتباهك بالتأكيد إنه فن العمارة المغربية من زليج ونقش على الخشب أو على الجبس بالفعل تطغى العمارة المغربية في هذا المسجد بسبب الارتباط القوي عبر التاريخ بين الأندلس ودول أمريكا اللاتينية كما أن هناك أحفاد الإسبان الذين وصلوا إلى هنا حاملين معهم جزءا من الذاكرة الأندلسية وقد تم استقدام كل هذه الأجزاء كاملة من مدينة فاس المغربية ويقول رئيس الطائفة الصوفية سفر الجراح أن زوار المسجد غالبا ما يندهشون عند الدخول إلى هذا المكان الذي يجمع بصمات من المعمار التركي والهندي إلا أن الزليج المغربي يبقى هو الطاغي ويزيد الواجهتين الأمامية والخلفية للمبنى رونقا وجمالا ومنذ أكثر من ثلاثين سنة جاء شيوخ الطريق إلى الأرجنتين حاملين معهم رسالة التوحيد وتطورت الطريق حتى وصلنا إلى تأسيس هذا المسجد الذي نقيم فيه الصلوات الخمس وندكر الله تعالى ونعرف بالإسلام عن طريق التصوف هذا وقد تم تجميع القطع الـ 36 ألف التي تزين المسجد من قبل 46 حرفيا من مدينة فاس قبل أن يتم نقلها وتركيبها في هذا المسجد الأيقونة المكون من ثلاثة طوابق بمساحة 700 متر مربع يعلوها برج مكسو بالزليج المغربي ويتوفر المسجد على فناء خارجي به كذلك نافرة مغربية ومكتبة تحتوي على أمهات المراجع في الفقه والعلوم الدينية وهو يتسع لمائتي شخص كما أن النقوش على الأعمدة والمنحوتات على السقوف وعلى الأبواب أبدعتها أنامل الحرفيين المغربة الذين قاموا بترميم جامعة القرويين بفاس وكذا تصميم الفضاء الإسلامي في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك كانت هذه آخر مواد نشراتنا تفاصل أوفو عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا لكم على راتب المتابعة دمتم في أمان الله